حالة استنفار قصوى تعرفها مديريات الصحة في كافة ولايات الوطن للتجند لموجة رابعة من الوباء التاجي بعد انتشارها في كافة بقاع العالم أمر دفع وزير الصحة إلى تجديد لهجة الخطابة لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة ما ناش حابين وما نتمنعوش نعود نرجع للحالة هذه ما عندناش أبدا حتى مكن حتى واحد يسمحنا يسمحنا كانش وزير الأكسبيريانس وزير الأطاق وزير الأطاق دوني قلوبو بروبلم استقبال المرضى وتوفير الأسرة الخاصة اعتبره عبد الرحمن بن بوزيد قرارا يستلزم التطبيق مع توفير العناية لمحتاجيها ونقلهم في سيارات الإسعاف الخاصة إن استوجب الأمر ما نحبش مريض يروح المستشفى وقوله لم يكنش بلاصة لم يكنش المريض ها ممكن يكون خوك ممكن يكون صديق ممكن يكون خويا غير معقول غير معقول غير معقول إذا حتمت الأمور المستشفى يأخذ المسؤولين تعم ويكلم ويبعث المريض يبعثوا في الامبولانس والله يوصل ذروف الجائحة وتطوراتها أضحى تستدعي تكاثف جميع الفاعلين مع تنظيم الصفوف لمواجهة خطر موجة جديدة قد تعيدنا إلى نقطة الصفر